اشتركوا في القناة بسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول متابعة الموقف التنفيذي لعدد من المبادرات الرئاسية في قطاعي الرعاية الصحية للمواطنين والجامعات والبحث العلمي حيث وجه السيد الرئيس ببلورة حزم تحفيزية للأطباء وتطوير منظومة مالية من شأنها الارتقاء بدخل الطبيب وتحسين بيئة العمل الخاصة به لسيما في التخصصات الطبية النادرة مع منح امتيازات خاصة للأطباء العاملين في المحافظات النائية وكذلك تعديل منظومة تكليف الأطباء بالكامل وقد شهد الاجتماع عرض الوضع الوبائي لفيروس كورونا على مستوى الجمهورية فضلا عن معدل تلقي التطعيمات والمتوفر حاليا من جرعات إضافية من اللقاحات كما تم كذلك استعراض نتائج تطبيق المبادرات الرئاسية المختلفة في إطار جهود الدولة للارتقاء بالصحة العامة وذلك تحت مظلة مئة مليون صحة وما تم تحقيقه من مستهدفاتها على مستوى الجمهورية خاصة ما يتعلق بعلاج فيروس سي ودعم صحة المرأة المصرية والقضاء على قوائم انتظار الحالات الحارجة والتي تم من خلالها إجراء حوالي مليون ومئتي ألف جراحة في مختلف التخصصات الدقيقة والعاجلة بتكلفة إجمالية بلغت حتى الآن أحد عشر مليار وستمائة مليون جنيه من خلال أربعمائة وسبع وسبعين مستشفى على مستوى كافة محافظات الجمهورية وهو ما جعل منظمة الصحة العالمية تشيد بالتأثير والمردود المباشر لهذه المبادرة على تحسين الأحوال الصحية والاقتصادية للأسر المصرية وقد وجه السيد الرئيس في هذا الصدد بزيادة الموارد المالية المخصصة لدعم المبادرة بمقدار ستمائة مليون جنيه مع زيادة برامج التوعية الإعلامية للمواطنين المستهدفين بالمبادرة وذلك لتعريفهم بكيفية الاستفادة منها بطريقة يسيرة وسلسة بما يساهم في رفع المعاناة عن المرضى من المواطنين كما وجه السيد الرئيس بضمان استمرار ما تم تحقيقه من نتائج في إطار مبادرة الكشف عن وعلاج فيروسي من خلال الكشف الدوري المستمر والمبكر خاصة في مكونات المنظومة التعليمية بما يضمن استدامة النتائج المتحققة في المبادرة على امتداد الأجيال الحالية والمستقبلية خاصة وأن المبادرة قد أصبحت تجربة مرجعية على مستوى العالم كما تابع السيد الرئيس المبادرة الرئاسية الخاصة بدعم صحة المرأة والاكتشاف المبكر للأورام وتعزيز صحة الأم والجنين على مستوى الجمهورية فضلا عن جهود تطوير مستشفى أورام دار السلام هرمل لتصبح مركزا متطورا لتشخيص وعلاج أورام الثدي وكذلك مستجدات إنشاء المعهد القومي الجديد للأورام خمسمية خمسمية حيث وجه السيد الرئيس بسرعة استكمال كافة منشآته ومرافقه وتم أيضا عرض مستجدات الموقف التنفيذي لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل مع استعراض الخطوات القادمة في هذا الصدد والخطة الزمنية لإدراج باقي المحافظات في المنظومة فضلا عن التحديات التي تطرأ وخطط التغلب عليها حيث وجه السيد الرئيس بضمان استدامة التدفقات المالية الخاصة بالمنظومة كعامل أساسي لنجاحها بالإضافة إلى كفاءة مقدمي الخدمة الصحية وأضاف المتحدث الرسمي أن الدكتور خالد عبدالغفار استعرض أيضا جهود تطوير منظومة البحث العلمي ومراكز الأبحاث التابعة للوزارة على مستوى الجمهورية حيث وجه السيد الرئيس بزيادة عدد البحثين العلميين المؤهلين وذلك بهدف تعزيز الكوادر العاملة في المراكز والمعاهد التعليمية التابعة لوزارة التعليم العالي مع انتقائهم بشكل مهني على أعلى مستوى لتعظيم القدرة البحثية في الدولة كما تم عرض مستجدات المبادرة الرئاسية التكنولوجيا المستقبلية الفين وخمسين والتي تضم جامعات التكنولوجيا والعلوم الحديثة المتخصصة في بعض المجالات الدقيقة مثل الذكاء الاصطناعي والبرمجيات والشمول المالي والإعلام الرقمي حيث وجه السيد الرئيس بالاستمرار في الدراسة للبلورة النهائية للمبادرة نظراً لأهميتها خاصة ما يتعلق بالتعاون مع الشركاء العالميين من الخبرات العريقة من شركات التكنولوجيا والإلكترونيات لتنفيذ المبادرة بكافة مكوناتها نظراً لأهميتها فضلاً عن التكلفة التقديرية وأعداد الطلاب المشمولين وعرض السيد وزير التعليم العالي أيضاً مستجدات عدد من أبرز المشروعات القومية التابعة للوزارة خاصة الأكاديمية الوطنية للرياضيات ومدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا والابتكار وكذلك الجامعات الحكومية والأهلية والتكنولوجية حيث وجه السيد الرئيس بأن يتم دعم مصاريف التقدم للطلاب الجدد للالتحاق بالجامعات الأهلية الحكومية بتحمل الدولة نسبة من هذه المصاريف مع الاستمرار في تقديم المنح المجانية للمتفوقين اشتركوا في القناة